السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي نسمى أن تكونوا بأخر وعلى خير ويلقعتم هذا الفيديو بصحة جيدة انشرت معكم هاد الكات من أروح الكات اللي أنا شخصيا من عشاق هاد الكات دي المانداغين تيجي ألد ما يكون والمقادر جد اقتصادية والموسم دي المانداغين ما استغلوه في الكات في العصائر بالنسبة لهاد الكات تيجيه شيش وخفيف تيضه لكم في الصورة تيجي أخف أخف ما يكون والمطاق يا سلام تيجي لديب واحد انتجام دي العصير الحامض مع البرتقال أنا شخصيا نظرنا نخلطهم تيجيوا رائعين ونتمنى أنكم تجربوه وينال إعجاب ديالكم ولو يبقى تلتيام عندكم تيبقى هاد كذا خفيف ولو ما تضيفيش في تلاجة تيبقى هاد كذا خفيف وما تيبنان أكثر مهم نتمنى أنكم تجربوه هنا بالنسبة للمقادر جيد اقتصادية عندي جوج بيضات من حجم كبير وعندي كاز ديال سكرار كاز تلاروب ديال زيز قشور ديال الحامضة وعندي وعندي وعنجوج مهال اقتبار ديال ياغورت وعندي ثلاثة الماندارينات صغار يكون جلده ديال مرقيقة حيدوا منهم العديمات وحيدوا ليم هادوك الخيوط البيضاء مهم هنا ضفتهم في الخلط الكهربائي غسلتهم مزيان دو ثلاثة الماندارينات قطعتهم القطاع الصغيرة حيث المدرخي وطال عدوما قطعتهم ضفت ليهم نصف تأس ديال السكرار الساني ده في الأول وربعة تأس ديال الماء ساخن غادي ننخلط مزيان في الخلط الكهربائي من بعد غننضيف جوج بيضات والباقي ديال السكرار الساني ده هادت نصف التأس اللي احتفظت به ونضيف تأس جوج مع الاقتبار ديال ياورت إلا تان تواجد عكم طبيعي يكون أحسن بدون سكر تيجي تريمي هادت الخليط وانا تواجد عندي ديال الفاني اضفته مهم هنا يا ضفت ديال السلاروب ديال الزيت خلطت مزيان من بعد فرغت علي فرغتهم فوع جبانة وضفت عليهم تأس الأول ديال الدقيق يكون منخول من أحسن لتان شي دقيق خاص بالكيك انا ديمة نغرب دقيق جوج مرات بالنسبة للكيك اضفت التأس الأول من بعدها نضيف التأس الثاني من بعد غدين من نسبة الدقيق ما نقدرش نعطيكم بالضبط لان على حسب حجم البيض كبير او صغير مهم الخليط هو هادت ما هو تقيل ما هو خفيف هنا اضفت هذه كل جوج خمارات من وزن 16 درام وضفت القشور ديال الحامض تيعطي مذاق رائع وضفت جوج مع الاقتبار ديال العصير الحامض عصرت نص حامضة اخواتي بني سبل العصير ديال الحامض تيعطي لهذا الكيك تيعطي لهاشاشة لهاشاشة والخفة وتتبقى الكيك ديالكم رائعة ولو انها تبقى ما تتنشف موالو من بعد سخنت الفران ديالي من انا دي مسلا سخل الفران قبل طياب ديال الكيك سخنته دخلته اعلى 170 درجة وشاعر غير من تحت اخذ لي المدات شي 35 دقيقة حمرته من الفوق سافي خرجته وخليته دفاشي شوية ومن بعد بديت تنسقي فيه بهذا السيروم عندي كاس لاروب ديال العصير المانداغين اضبط فيه جوج معالق ديال سطوار تانيده سخنته طيبته شوية وصفيته صفيت هاد العصير هذا السيروم وبديت تنسقي به الكيك ديالي دافي الكيك تكون دافي هاد السيروم يكون بعد المشي يكون سخون الكيك انتقبته شوية وبديت تنسقي فيه هاد الكيك تيجي رائع رائع نتمنى انكم تجربوه من بعد هنتو بالمربة ديال المشمش واللوز يفيلي حمرتهم شي شوية وزينت بيال تيت ديالي وانتمنى تناولوه بصحة و العافية اشتركوا في القناة